ثم أحبائي شيء غريب أنه تسمى قبل الولادة طب تقولي طب ما هو إبراهيم يعني الرب سمى إسحاق وسمى إسماعيل والرب سمى يحنى المعمدان أها ولكن اسم يسوع برضو اسم على مسمى يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص وإذا بتطلع في العهد الجديد ولسيما في سفر أعمال رسل يخلص من الخطية يحرر هذا الاسم من الشياطين فيه غفران خطايا وفيه تتميم المعجزات باسم يسوع يعني أن هذا الاسم ما متش أن هذا الاسم حي واستخدم بواسطة التلاميذ باسم يسوع المسيح فإذن هو سمى يسوع قبل الولادة سمى عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا سمى كلمة الله في سفر أية مكتوب ويدعى اسمه كلمة الله ولاحظ كمان سمى الملك عندما جاء المجوز سأله أين يولد ملك اليهود أين هو المولود ملك اليهود هيرود السأل أين يولد المسيح عارف أنه بيقصده عن المسيح في آخر حياة يسوع على الأرض يعني قبل الصلب سؤال بيلاطوس أأنت ملك اليهود في يحنى 18 نشوف شيء يعني أكثر مفصل أنت ملك اليهود قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم أفأنت إذن ملك قال يسوع لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم حتى على الصليب كان فيه عبارة يافطة يسوع الناصري ملك اليهود وطبعا سفر الرؤية بيختتم أن يسوع المسيح هو الملك هو ملك الملوك ورب الأرباب أحبائي ظهر المسيح في الجسد هذا يعني أنه كان فيه تفسير سابق لوجود يسوع المسيح اتخذ نسوتا ظهر في الجسد حتى يمجد الله حتى يتعاطف مع الناس هذه قصة الميلاد قصة الخلاص قصة الفداء قصة أنا بشجعكم تحتفله بالميلاد وبالأنوار وبالأعياد بس ركز على يسوع المسيح صلاتي اللي ولد في بيت لحم يولد في قلبك وحياتك ميلاد ثاني بالروح القدس وتكون خليقة جديدة وإلك الحياة الأبدية في اسم الرب يسوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر